اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم من نيو ميديا في برنامجكم الستوديو ذي في اليوم هو الممثل المسرحي رمزي عبد الجواد ابن صفيقص عرفته بكلمة هل تعلم؟ بش نشوف اكثر تفاصيل معاها شنو الجديد وشنو العروض اللي قدمها سني مرحبا رمزي اهلا وسهلا اهلا وسهلا ذوحا مرحبا بك ومرحبا بكل المتابعين نيو ميديا لحقا جبتيني من صفيقص اجري اكيد راني نرمالفو اليوم عندي راحة بنهار عرفته بطل اسويقص والله راني جيت على خاطر يا عيشة تيقض لك يا عيشك شرف معانت بالحق معانت هو شرف كبير ان نكون بحذيكم ونيو ميديا والله كما قلت لك في التليفون ذوحا معانت قاعد نشوفي خدمتكم كذا وقاعدك تشاه في الديجيتال اما كمام معانتك يكلمتني انت حاجة اخر يا عيش شكرا رمزي والله عندي نهار بركة اليوم اوف معانت ادون كايك اللي حبيد نهارتاحك يقول ايه يقول تعيش اوكي يا سيدي مرحبا بيك يا سيدي شرعتنا مرحبا بيك باش نبدو رمزي في بداياته اكيد فما اسم رمزي عبدالجواد اكيد فيه برشة صعوبات وبرشة مراحل تعديت بيها خايبا نقولو بيها مثل شهتنا نبدو نعرف بلا تحب الخايبال بالبيت تعديت بيه مزوس في صحبا أنت تلفيزة او من اللي انا نقرأ لا لا بديتك من اللي انت تقرأ خطر عديد الناس اللي تفرجوا فينا ما يعرفوش رمزي يعرفو رمزي هل تعلم المسرحية تمتاعو يحبو نعكو مسيرة رمزي كيف هو انا معانتك مغروم ملي انا صغير بالمسرح معانتها معانتك بالتمثيل وكذا انا معانتا بالحق انا معانتا ذكرته مرة بالحق تحدي كبير في بسيرتي. لان كنت نقرم في الحكومي. بطلت بالقراية. كما نقول احنا ريتا في جوان وفيت العام دوبلت العام اذاك. بطلت القراية. عارس ايش نعمل فورمسيون ولا حاجة كذا. جيتم في اخر اوت قلتل نحب نرجع نقر. نرمو ما صدقوش خاطر سيب كابل ارجع ونقتل من القراية هدي لا سبيل ايلي. ما عاش راجع. ايوا. دونك ما انتم جيتم في اخر اوت قلتل نحب نرجع مع على شرط قروني اه ليبر بريبي. اللي هو البريبي بتاعنا نحنا متاعك بال مش طوى. ايوا. مش عالاغنياء. ايه. متاع ليبر متاع شهر بخمسين الف وستين الف. ايوا. دونك وانتي تعرف موش معنك بلا اللي ديما اللي يقرأ ليبر راه 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 موش تعقراية راه وكذا. ايه. ومش مش 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 طول ودرشنية وراي نفحه وكذا. لكن انا من دخل فيما حاجة اخرى. معنا انه انا وقتها نعمل مسرح في الكلوب تياتر مركب ثقافي محمد جاموسي بس فيقس مع الاستاذ حاطم الحشيشة تحية ليه. تحية ليه. والكل معنا انت اصحابي اللي كانوا معايا اللي فيهم تاويكا استاذ اللي فيهم تاويكا يقري اللي فيهم يخدموا في ديوان طيار مدني. اه اللي فيهم تاويك صادق ترابلس يزيد صديقي زيد قاعد ناجح. ايوا. صادق مزيد قاعد ناجح مونير المثلوتي الولاد برشة برشة بنح حتى حد. اما لكن حمدوله معنا كل واحد فينا مشاء في اثنية باهم ممتازة. نكتشف انه فما معد عالي فن مسرحي وانه تجي بتقرأ مسرح. تجي بتقول لي استاذ مسرح. اه تجي متطور من الخطر. انا معنا زيما نحب لقراية حتى اللي تاويكا ما زلت معنا. لحقيقة نقرأ كل شي. دون كفولا. اه عرفت رجعت نقرأ لي بر سنوات عديدة. عرفت كبرميراني سيقوندير برزيم تروزيم وصرت للباك. وباك لاتر. اه دوبلت العام الاول. اعودت نفس الحكاية وبقىو او الباك. الباك. ا squares. ا honour la question. عرفت كبستさ pronounceemee. كيف حررت العام الثاني? شدد صحيح في عامänder. شديد صحيح في هال cổ. ناخد الباك. ننجح العام الثاني. او نومشي نقرأ مسرح وحامد الله تعيد تاويكا ما جاء ما ازخار ليس معنا مسرحي واستاذ مسرح. معنا تاهم ل Government. أول العروض اللي قام بها رمزيا شلو? و اللهي. في العروض في الهيوية معنات في اه في المهرجينك هل جاءㅋㅋㅋㅋوقت نفس الحكاية؟ ومارجان الإقليمي الوطني متاع دور ثقافة دور شباب بدأت الغرام من غادي بشوي بشوي رين بدأت يكبر لي بقيت مسرح الاحتراف مع ماركسون وندرامية ورقحي باسفيقس مع المخرج الكبير صابر الحامي الهشمي العاطي حاتم لحشيشة خدمت مع مونيرا الزكراوي الحقيقة كان لعد خيل في صغره يخدم مع مونيرا مع انت بالرسمي طوى اللي طوى قولها مدام مونيرا مع انت يعرفت هي كنية بيانصير بيانصير قامة فنية كبيرة ولا عديد اسمي سوفيان الديهش بابا عيسى حراث ان شاء الله ربي يفرج عليه لازهر بعزيزي زيادة سيلازة زيادة خدمت مع مع انت عرفت انا في عمر صغير خادم مع عقامات كبيرة شوف نجزة ده في التمثيل كيف كيف وولا دونكم بعد عرفت التمثيل عرفت بدأ يكبر الغرام بشوي بشوي بعد بدأ كشوية من السينيما شوية تلفزة شوية فهمت بدأ بشوي مع انو اينا قاعد نقرة في اللي زاد مع الواحد بعد تخرج وكذا جيت الانطلاقة متاع البرامج والمنوعات مع انت مع نوفل هو عرفت انا بديت نخدم حاجرتك كواحدة ميكرو ترتوار في الشارع كذا في تلفزة تيفي في كرتاج بلوس توا قبل كنت فرس تيفي دومي الكانس وقتها كانوا كريم والزين وخليل بن جويرة والولاد كانوا يخدموا هومة غادي وعملوا خدمة ياسر مزينة وبعلي كم شي وهمة نقولوا احنا عايتلهم نوفل في الحوار ووين ادخلت العامة ذاك اخدمتك العامة عملت حاجات نجحت العامة اللي بعده دومي الرساس عايتلي مع انو الولاد كريم والولاد قالوا له مع انت راه ورمز يدي عملوا حاجات في الشارع كذا ودنيا كل شيء وقعت في برنامج أمور جدية السيزون لولا 2016 وابنيت الانطلاقة مع انو فل وكان الاكتشاف التلفزي وكذا وهل تعلم تم اكتشافها مع انو فل ورتاني ثم نقطة مهمة رمزي ما جاوبتنيش عليها اللي هي صعوبات رمزي يلقاهم في حياته في مسيرته والله الصعوبات انا قلت لك مش يجي كورشي بالسهل من الاول اكيد بالشلقة بالشلقة عرقيل بالشلقة مع انت حاجات صعيبة مع انت مش بالسهل اراه انا قلت لك من اكبر صعوبة في حياتي انو الواحد يخذ الباك ومش يقرف مع انت يقرأ مسرح دومت مع انت مع صعوبة الحياة صعوبة المجتمع كيف يش تغذرلك مع انت بالرسمي مع انت برشة عظيمة وبرشة مع انت بالحق مع انت انا علش قلت لك نعتبره تحدي كبير تحدي كبير لانو مع انت بالرسمي وقرية ليبر ومصروف ودنيا وكذا دومت الواحد حتى دارنا صرفه برشة تحية لي بابا وامي كل عائلتي الحقيقة مع انت اللي صرف عليك مش عاموش اثنين مش لاتة مع انت قرية ليبر واتي دوت بعد وكذا باش حمدوله الواحد وصل مع انت اخذ الباك وكذا وكمل قريطه وكمل في حلمته حتى في التلبزة زادة ارى ومش بالسهل اكين ومش بالسهل رو مع انت تبدأ بشوي بشوي هكا عطيك تظهر عطيك كذا حاجة انا حمدوله معانتها اصبرت انا حتى التويكرة وحتى وقت معاناو في الحوار التونسي ايوه معانت اصبرت معانت مو شاك من اول نهار جيت قاعدت نحضر في افكار كذا هذي تمشي هذي نرجع غدوة هذي الفكرة كذا يجي نديفلوبيوها كذا يجي نعملوا هذي شقولك في هذي كذا لين وقت اللي تجي الفرصة المناسبة ان النهارت اللي طلعت انا بهالتعلم وقتها شدت اثنيتها وشدت السكة فهمت رمضي عبد الجوابد في مسرحياته اسناي يعني ها استغل كلمة هل تعلم ايجابيا استغلتها ايجابيا علش تغلتها ايجابيا مثالش يا سيدي انا اخوها كلمة استغلتها انك تصغل كلمة ناجحة في افادة في حاجة ناجحة ولا في حاجة مفيدة اوكي يعني خطر بديت شهرتك منها انا عندي جمهور صغر ايجابيا ويعرفوني بهالتعلم ايجابيا خليني نسهل عليها المسرحي اللي يمشيلها غدوه راهي فيها رمزي هالتعلم فماش عليش انا عندي حاجة تسهل عليها الكوب ونجيب اسم اخر يقد يسأل متاعش كون هادي ولا اينا نوالي نخدم افار مضاعف ولا كون مضاعف باش نوصل اللي هي راهي متاع رمزي هالتعلم ها سيه رمزي هالتعلم ما ساحية رمزي هالتعلم ما ليهو هالتعلم كيت شو هاوك رو هالتعلم وراي مواجه للطفل وراه فيه شو الفورجة لسيرك مع تركب الشلقة السيرك ما عملت نتصور هللا فيه شفيه العنوان المناسب فى هاوك شنو مش حلقة عطيت قيمة السيرك كفن كبير الحقيقة حتى الناس المختصة وانا قليل برش عنا فيتونز هالم مختصين فى السيرك وما جبتش ناسا كيف اجب ناس محترفة هاوك كتبتوا له سيرك مع تما ما اسغلية تزادي كان اسمي بركة ولا عندي اكا الحبمتاع هاك امتي لاكا وشي واحدة لاه هاوك هلتعلم كيتشو باش صغير يعرف روح الهوك أما في نفس الوقت أعطيت قيمة السيرك حاطم لحشيشة زادة أعطيت قيمة الممثل والكتب النص زادة حتى الولاد دليم معي ديما مع انت مشكورين حسان وحسام والولاد حتى متع سيرك سارة محمد اسليم دونك الولاد الكل مع انت الحقيقة كلهم يعطيهم الصحة ديما نذكرهم ودونك هو عمل بالنسبة لليانة ريتا يطلع معي أي واحدة يعاوني أي تكنيسي رأوا بالنسبة لليانة نمن بالعمل الجماعي وبالمجموعة وبالمجموعة حتى التام مسرحيتي هل تعلم كيتشو خادم على التعاون دونك احنا فما مساج إيجابي في مسرحيتي فما حاجة مع انت ركزنا عليها انه طفلكي باش يجي يتفرج في مسرحيتي رأوا بخلاف الفرجة والإبهار والشو والسيرك والعالم الكبير باش يشوفوه لازم يخرج بحاجة إيجابية اللي هي خدمنا على التام وموضوع التعاون فهمت؟ اللي نعرفوه كما قلت لك في البدايات رمزي عبدالجواد ابن سفيقص وكنت له مشاركة في مهرجين الدولي سفيقص ماذا حساسك في بلادك؟ في عائلتك؟ تعتبر عائلتك سفيقص والله يشوف كل المهرجانات مهمة وكل المهرجانات يكون لشرف كبير اني نكون موجود فيه سواء الدولية ولا الصيفية ولا الجهوية ولا المحلية ولا حتى راه عرض صغير في معتمدية ولا حتى في عمادة ماذا؟ ممتاز بالنسبة لي لي انا سفيقص لهنا صغار و لهنا صغر اما اسفيقص علش انا قلت حاجة مغيرة لانه كما قلت انت في بلادي لاني انا بعد السنوات هذية ورجعت البلادي معانتها مش جي نيس تفرش فيك مش جي نيس قرأت معاك فما شكون في هيئة المهرجان مثلا كان يشوف نقبل كذا فما شكون في هيئة التنظيم المهرجان كان يخدم في الليسان نقرأ فيه مش تلقى صحابك مش تلقى الناس كل عايلتك معانتها انت دي جاء اصلا قد نمزوز مسئولية مسئولية مع روحك والجمهور العادة جاءت فيهرش فيك ومسئولية قد نمزل باش تشوف جاي تشوف رمزي بعد السنوات هذة باش ارجع المهرجان اسفيقص اكيد وفما برشة خوف رمزي وفراك قد نمزوز ما عندكش فكرة الرهبة والخوف اللي معانت فهمت انا في عشيته معانت عشيت العرض عرفت هذة يقول ببرا ركز هذة يقول مركز بركز 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 بريقل ومش بيين علي خد كما قدتك مسئولية ومسرح كبير معانت يهز برشة عدد جماهير قريب 7000 مركز بركز 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 بريقل فانا نخذر له مارتين نقول عند وقت حتى في البروبة قبل البليلة نخذر له الوحدة كافية نقول تسامة هذة يتعباه والكواليس حكينا شمال على الكواليس ومشمع عليش انا هكا ان عندي ثيقة في روحي وعندي ثيقة في البرلمتاعي اما انا موجه للطفل ما عندي جمهور شباب ولا كذا ما عانتا في الاخير راني ما نيش عرض متاع ربير ولا متاع مطرب ولا متاع فنين وتري ولا غير ولا كذا نعم فهمت طويقا على الرابور ما شاء الله يخدمون موانتا عندهم جمهور الشباب بشكل رهيب اه الفنانين الواتريين طويقا ولا المطربين معنتا عندهم جمهور هم كذا المسرح معنتا اللي والمن شو اللي اللي البورا ديولت معنتا جمهور والناس كبار وصغار تدخل اما المسرح الطفل اما الرزمان في تونس ما زيت عن اتع صغار اي هزة صغار او حتى صغار اي لم يكن أفهم عقلتك لأنه كبار وصغير يجيو وتفرج وتوى في مسرحيتي هنا ونبوكي روه العرض موجه للطفل والعائلة روحتك كبير نجو متفرج خطر عندي السيرك وعندي معنة دونك لشيوم بتاع سيرك روه كبار وصغير نجو متفرج وفيه رمزي انتاجيا كيفش المسرحية؟ والله انتاجيا دونك هو انتاج جوكر برود لصديقي خوية بيليل بن سليمان معنة هو هي مؤسسة معنة الحقيقة تخدم عنده لسنوات général الناس هذي عاملا مشاريع معنة بالحق تخدم وعندما يكون دوسيرك في سفيقس و اكذا مشروع متواصل للمتيحم انهم ديما السيرك موجود ديما كذا كي جيت الفكرة انه قاعدنا مع المخرج حاطم الحشيشة تحية لي بيليل وحاطم إنه كيفاش ننتقريه والسيرك اللي هو كاختصاص يخطمو فيه في المؤسسة متاحا بالأساس إنه عندهم حتى التويك عندهم دي كلوب دو سيرك وكذا ودنيا ومع تواسات ذا مختصة في السيرك تقري فوالا دون كيفاش نعملو حاجة بين المسرح وبين السيرك دونك فمعناتها تقرر أنه ننتقريه والسيرك في وسط خرفة مسرحية وهذا هو اللي هي حاجة جديدة لهنا في تونس اتعملت عليش حاجة جديدة هو السيرك موجود اي موجود ولشومتع السيرك موجودي اي ومعناتها والناس اللي تعمل في السيرك موجودة اما موجودة عبارة دي بلوك يطلع يعمل شومتاعه يهبط يطلع يعمل شومتاعه يهبط من غير هكاكة لا بداية لا خط ما لا حد شيء احنا انتقريناه قلنا في خرافة مسرحية في حكاية فهمت مع تأسيرك ما يكونش هكاكة مسقط اي انه يتحط في اطار معين في خرافة مسرحية فهم شخصيات فهم ايطار ماكاني فهم ايطار زماني فهم احداث تصير فهمت هذا هو باش لهناته وبعد المخرج هو يولف بين العناصر هذية معه بعليك الاضافة السينغرافية وكل معناه تقني وفني موسيقى اضاءة كذا ديكورك سوارات ويولف بينهم ليصبح عرض مسرحي فورجوي كذا فهمت سيرك هذا هو اللي خدمنا عليه انه قلنا ننتقريه السيرك في وسط خرافة مسرحية انه رمزها لتعلم ما عنده سيرك طورتها يعني ايه فمتطورناها بيونسوي رمزها لتعلم ما عنده سيرك اما ما يفهم منه حتى شيء شا عمل شا جاب ناس تعمل السيرك بشا عمل بهم عرض الصغر انهارة العرض يتعاركون وزوءس مهمته هو انه يصلحهم بين بعضهم يتصالحوا باش ينجموا ويعملوا له هالعرض هذي كما قلونا انا بالتونسي دورت عصفورين بحاغرة عرضت خدمت على تام التعاون انه بخلافة الطفول اللي يجيب باش يتفرجوا وشوفوا الشو والابهار والفورجة والسيرك وكذا في نفس الوقت يخرج بمساج ايجابي انه هو اراه مبعادنا نخدمه اراه التعاون نحطوا اليد في اليد راهوا بالتأخي وصداقة وبتحابب وكذا نجموا معناتها نخدموا مع بعضنا ونتعاون ونطوروا وكذا ونقدم منتاز الفكرة رمزي ويني نجم يوصل لبحلمته والله حقيقة انا طويقة حتى معنات في مخي نخمم اني حتى عام الجي معنات على بكر كذا مش نقدم الاف والله سيوان عام الجيه ولا للمعده انا نخدم راني لعاج مكفية نخدم سلة سلة قال الاخر معنات ما نزربش ما نشمل هوف على حاجة عندي طموح اني نعرض على كرتاش في بلادي كتونس نعرض في كرتاش اما لكن بامكانيات اكبر ومعنات نخمموا انه معنات نجيبوا حتى في رقم تعسيرك من البرة لانه معنات لحقيقة البروديكسيون ولا حتى احد شركاء البروديكسيون هي مختص في السيرك دي جاء طويقة صديقنا اخونا محمد مي بن طاهر وطوى في مصر دي جاء قاعد عنده تكوين معين قاعد يقرا فيه في مصر دونك عنده علاقات كبيرة وعنده عمل ديساج قبل المو عنده ناس تعمل في السيرك حتى من روسيا كذا فهمت من ايطاليا برشا عنده معنات ناس طويقة لغالب يعرفوا بعضهم معنات تقابلوا في معناتها في مارجانات عالمية كذا هو زادا ديما في روسيا ديما يتبع ماشاء الله يمشي يشارك كذا فهمتها معنات على الشيء الانترنسيونال دونك نخمموا انه نجيبوا في رقم تعسيرك يكيب تعسيرك من روسيا من اي بلد كان المهم حاجة جديدة وفيها شو فيها ابهار يا سيدي كلنا نشوف فيهم احنا في الفيديو متاعنا اليوم ما انت بالحق ان نحب ان نكون تاكتي الناس هذية دونك بالتعاون مع مع انتصحابنا وزمالائنا وكذا انه نعملوا عرض كبير وضخم جدا موجه للطفل والعائلة وعليش لا يكون في برمجة ايام كارتاج علش لا مهرجان كارتاج الدولي عام الجاي ان شاء الله يكون في برمجة مهرجان كارتاج كارتاج ومع انت عرض كبير فيه مع انت مساعمتها وكلا للسيرك نزيد ونكبروا اكثر بخلاف الاولادة اللي معايا اللي من هنا دونك نزيدوا في فرق اخرى بلاي متاع سيرك من روسيا حاجة فهمت اللي شو انترنسيونال اكل يكون بالحق ومو يجيوا كذا ونعم نخدموا كل اقبل بعام والبعامين امورهم القانونية كيفاش يجيوا ويجيوا قبل بشهر ولا بشهرين باش يبارفون ونتمروا باش نعرف انا العرض هذية نحب تتوالف فيه كل الجهود ايه سواء ان جهودنا احنا او حتى للدولة ولا للوزارة ولا ادارة المهرجان اه نبارفوا فما متابعة منهم فما متابعة كذا ونخرجوا العرض هذية الناس كل نحطوا يدينا في العرض هذية باش نخرجوا عرض كبير جدا في مهرجان كارتاج انتي ربي وفقك وصاحب قلب كبير اللي نعرفوه عليك عايشك 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 ان شاء الله تتحقق حلمتك ان شاء الله انا عاني نوجه لهم واني ديما في كل وسيلة اعلامية قعد الى ان نصلوا الى مرحلة في الاخير تاويذي كنا قادين نحكوا فيه كلك الكلم على الحي ان شاء الله يقعد نحيين في الوقت المناسب وفي الممومة دي ما يحلوا ابل دوفر حاجة كما هكا فما فاترة معينة تصب فيها الدوسياء ولا ميلف متاعك الكارتاج ان شاء الله في الوقت المناسب نصبوا ميلف وكل المؤيدات وكل ثوابت ونتعاونوا مبعضنا وتعاونوا الوزارة والدنيا وكل شيء ودورة المهرجان وعليش لا مع انتا ونكون تقديو الناس هادية ونصدفوها بحدينا ونبرفو ونحضروا عمل كبير مبعضنا يكون فهمت غايتو الوحيدة بالنسبة للينا حتى اسفر تجاريا ما حاشي بشيء حاشي اني نعمل ان جران سبيكتاكل في كارتاج رمزي نذكروا بالعروض الموجودة ان شاء الله أبا اختيغ يظهر الملويت غدوة ان شاء الله من غدوة الويت دونك لو انز عندي مستير لو تريزة تونس لو سيزة الشيحية اسفاقس ديسات فاحزة غوين ديزويت نيفزة بيجة لو فان صخيرة اسفاقس وانتكات قربة نيبل وانتسيس حيززهور تونس مهرجان الزهور في تونس وانتسات مهرجان غرومباليا دونك فان تويت اسفاقس وتختتم الجولة الصيفية متاحل تعلم كيتشو لو فان تويت في اسفاقس وهاكا كلنا عملنا جولة محترمة لا ممتاز يعطيك زحر اندي قبل ما نخطنه معاك باش نخليولك كلمة الخيتام للشباب اللي مغروم بالمسرح والتضحيات اللي تعديت بها انتي شنون لاجمولا نصحوه والله انا نقول له اي انسان معانتا متأيش خليك ديما طموه خليك ديما عندك هدف ديما عندك العزيمة بالحق راك توصل لراك اذا عندك حلم وتحطها في مخك راك باش تحققها راك انتي انتي اللي وحدك تقول موضوع اللي معنتها انتي سيد موقف امتاعك راك انتي اللي تقول نوصل سيتوصل راو حتى انتي تحب توصل ووالنس تحب تعرقلك ولا كذا ما يهمك فيهم انتي تعرف امكانية تروحك وتعرف انتي شنو القابلية متاعك وانك باش تقدم راو شد في حلمتك توصل اكيد ومن بمبرك انتي هاك بقيمة قابلية تفرج ويا شباب ويا حتى الناس اللي قاعدين له وجمهور رمزي عبد الجواد تحية ليك مرة اخرى وشرفني مرة اخرى شكرا ليك رمزي شكرا ليك ذوحا مرة اخرى مرسي على الاستضافة والله شرفني برشة اني معانتا نكون بحديكم مرخل جبتيني نيجري من سفيقس دونك ان شاء الله في لقات اخرى ان شاء الله في معانتا في جديد اخر نبدأ موجود بحديكم وربي يوفقكم ويوفقني ويوفق الناس كل يا عيشك رمزي وهكا تفحصتنا لليوم باش نذكركم بشوية العروض باش تمشيوا غدوة من لويت حتىك شلوسيز زهوين المستير نابل وسفيقس نبزة نبزة فان صغيرة فان سيس زهور تونس فان سيت غرومبيلية وفان تويت اخر عرض في سفيقس نتلقى في موعد جديد